اشتركوا في القناة المحكمة الادارية العليا في الاسكندرية في 2004 هذا الحكم لكن السلطة في مصر كان لها موقفا اخر الموقف كان يتمثل ان هذه البيوت التي من خلفه يقف على اسطحها قناصة وقوات من الامن وان الشوارع لا يسير فيها اي احد لتأمين اليهود الذين يأتون الى هذا المكان بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الوعد اختلف لم نكن نستطيع ان نسجل قبل هذا التاريخ لكن ان نسجل من امام او من خلف قبر ابو حصيرة الذي سنتحدث مع القوى السياسية ومع المحامية الذي رفع القضية لأستاذ مصفى رسلان عن هذه القضية وحيثيتها ايضا سنتحدث مع اهالي هذه القرية داماتيو هي قرية في دامانهور في محافظة البحيرة نتحدث الى اهالي القرية عن كيف قضوا هذه الفترة وكيف كان يحدث ماذا كان يحدث داخل هذه القرية وقت ان يأتوا اليهود لهذه الزيارة دعونا نبدأ من الاستاذ مصفى رسلان المحامي صاحب القضية الشهيرة التي اخذ حكما في المحكمة الادارية في 2001 وايدته المحكمة الادارية العليا في 2004 اهلا بك سمصفى يا اهلا يا مرحب سمصفى يعني انا عايز الاول تقولي شعورك واحد من مصر من اهالي البحيرة وانت اليوم تقف في هذا المكان الذي كان ممنوعا ان يقف عليه احد قبل هذا المواد والله هو شهور طيب طبعا لكن انا وقفت اكثر من مرة في هذا المكان ايام الصلف والعنف الذي كانت تقوم به الانظام الحاكمة في مصر وسجلت في مخيلتي كل ما يحدث في ابو حصيرة وفي عيد ميلاد ابو حصيرة وهذا الامر كان من اكثر من عشر سنوات اه وبناء عليه اقيم الدعوة بمنع هذه الاحتفالات لانها كانت تقوم بصورة ماجنة وكان يأتي اليهود زرافات ووحدانا زي ما التعبير بيقول وكانوا يقيم احتفالات على الاقل او اقل القليل نقول انها تتنافى مع العادات ومع التقاليد ومع الدين الاسلامي اقيمت الدعوة بمنع هذه الاحتفالات على هذه الصورة دعوة الاحركة يعني تم بدء العمل فيها من امتى؟ من سنة ستة وتسعين من سنة ستة وتسعين لكن انا كنت بعزم او عزمت على رفع هذه الدعوة منذ اه اتفاقية كامبي ديفيد لان بعد هذه الاتفاقية ابتدى اليهود يقوموا ويقيموا احتفالات وكانت تعاملهم مع الاهالي تعامل يعني بالطريقة اليهودية يعني كانوا يجيوا يشتروا زبائح من الناس الموجودين في قرية دماتيو وتزبح تلك الزبائح بالطريقة اليهودية وطبعا الاحتفالات كانت بتشمل فتح قبر ابو حصيرة فتح قبر ابو حصيرة ده كان حكاية قبل فتح القبر لو تكلمنا عن البيوت اللي موجودة يعني حالك تحرك معايا لو تكلمنا عن مسافات البيوت ما بين القبر ابو حصيرة مسافات قريبة جدا قريبة جدا طبعا السلطات اللي كانت موجودة قبل 25 يناير كانت بتضع فوق كل بيت من البيوت اللي قدام ساعتها بدول أكثر من قناص على أساس حماية اليهود يعني لكن ما كانوش محتاجين لأي حماية بالمرة نحن بطبعتنا بنقبل تواجد أي إنسان طالما بيراعي التقاليد وبيراعي الدين الإسلامي وما بنستهجنش أن أي حد ييجي طالما هو ملتزم بما نحن عليه من قيم لكن هناك دعوة يعني تم طرحها على شبكة التواصل الاجتماعي لإنترنت بدعوة إلى هدم الضريح وإلى يعني هدمه بشكل أو بآخر حتى لا يأتي اليهود مرة أخرى إلىهم لا هدم أعتقد يعني أن هذه المسألة مش موجودة عند المصريين إحنا لا يعنينا أبو حصيره مسلم يهودي مسيحي هذه مسألة لا تعنينا بالمرة لكن اللي يعنينا ويجي خش بلدنا يحترمنا ويحترم تقاليدنا ويحترم عادتنا أمهاتنا وجدتنا كانوا بيجي أبو حصيره بقدوله شموع مش على أساس أنه يهودي مبارك لا على أساس أنه جرت التقاليد على هذا الأمر لكن حتى لما تبيننا بعد ذلك أنه هو مسلم وليس يهودي كان جاي مع المرسى أبو العباس ومع سيد جابر ومع الأئمة اللي موجودين في اسكندرية وكان في رحلة حج والسفينة على ما يقال وعلى ما نعلم ومتأكدين إنها تريبا غريقت وكان هذا الغرق مدعا لأن يكون أبو حصيره في اسكندرية واستقر به المقام في مدينة الضمانهور يعني الحديث حول أن أبو حصيره أسا من عائلة يهودية مغربية أتى إلى مصر الحديث ليس صحيحا؟ ليس صحيحا بالمرة وإنما هو مسلم وعلى كل حال هذه المسألة لا تعنينا بالمرة يهودي مسلم مسيحي هذه المسألة أنا زي ما بقول لحضرتك لا تعني المسلمين في شيء إحنا بنرحب بكل الأديان دينا بيرحب بالمسيح وباليهودي وكل الأديان طالما إحنا بنحترم تقاليد بعض وبنحترم عدد بعض وما بنستهجنش أديان بعض طب أستاذ مصطفى يعني الآن فيك حديث حوله أن هناك بالفعل أفواج يعني الوكالة الإلمانية نشرت أن هناك فوج وصل إلى مصر يوم الجمعة الماضي وفوج آخر من اليهود يوم السبت الماضي لإقامة الاحتفال كيف ترى يعني الأيام المقبلة والدعاوي لإقامة الاحتفال وهل سيقام أم لا؟ لا أنا برضو عايز أقوله لحضرتك عشان نهد أبو حصيرة دي مسألة ليست موجودة في ذاكرتنا ولا في طبعنا أبو حصيرة موجود طالما في احترام للعداد والتقاليد لكن حتى القوة اللي هي بتحارب تواجد اليهود في أرض دمتيو ما بتفكرش في هذا الهد لكن كل اللي بتفكر فيه أن اليهود ييجوا باحترامهم وإذا كانوا عايزين ييجوا ويحترموا عادتنا وتقاليدنا زي ما بقولي ساعدتك لكن بالنسبة للقوافل اليهودية أعتقد أنها انحسرت منذ أكثر من 3-4 سنين لكن برضو بتيجي القوافل اليهودية يعني في 2009 كان فيه قوافل و2010 كان فيه قوافل و2010 كان فيه أعداد بسيطة أعداد بسيطة أعداد بسيطة 2011 لم يأتي يهودي وأعتقد أن 2011 هي نهاية مجيء اليهود إلى قرية دمتيو أولاً إحنا بنحارب التطبيع ومش عايزين نطبع وده أعتقد يعني هذا المعتقد موجود عند الصغير قبل الكبير في مصر أصفة يعني إحنا حكينا عن الجزء القانوني هنحكي محركة عن الجزء الإنساني لكن يعني دعونا أكثر من قوة وطنية موجودة بالفعل كان القوة الوطنية داخل البحيرة موقف ضد ما يحدث فيه عند قبر أبو حصيرة يعني دعونا نبدأ هناخد كل الناس بس نبدأ بالنسبة لتعرف حداك الأول على الخيارة منصف الجماعية الوطنية التي تغير أستاذ علاء عايزين نتكلم عن موقف الجمعية الآن من الاحتفالات الخاصة بأبو حصير وحنا بنحب نأكد بس إن إحنا مش ضد الديانة اليهودية كديانة إن إحنا ضد الفكر الصهيوني ضد إن أنا كن فيه جزء في مصر وأنا مليش سلطة عليه المكان اللي إحنا فيه ده يمكن أول مرة نكون موجودين في المكان ده قبل كده كنا ممنوعين حتى نقرب منه على مساحة معينة لما كانوا بيجوا الصهاينة هنا كانت كل البيوت دي بتتقفل ويكون فيها أمن موجود مانع الناس إنها تتحرك القرية زي ما حضرتكوا شايفينها تقريبا ممنوع عنها الخدمات كلها في مقابل لنا لما بيجبوا الصهاينة هنا تتوفر لهم الأتوبسات والأمن والحماية والنظافة وكل حاجة أنا عايز المكان ده حس إنه مكان في مصر تمام؟ أنا مش عايز المكان ده حس إنه مكان في إسرائيل هل المكان ده تعرض لأي شكل ما أشكال الهجوم في أحداث صورة 25 من إيه؟ ما حصلش خالص حتى لما طلعت دعوات بسيطة جدا جدا من عدد أولاي جدا إحنا رفضناها كلنا إحنا ضد دوت إنما إحنا عايزين كلنا موقف سياسي المشكلة مش مشكلة دينية أبدا المشكلة ما بيننا وما بينهم مشكلة سياسية المكان دوت كان مبرك عامله جزء من إسرائيل مش جزء من مصر إحنا عايزين نحط عليه عالم مصر مش عايزين يكون تبع سيادة الإسرائيلية طب الحديث حوله يعني هنندقل لزميل آخر متعرف عليه متعرف عليك؟ دكتور عدل عطار ملسك حركة كفاية دكتور عايزين يعني حركة كفاية منذ نشأتها وهي ضد النظام المصري بشكل كبير كان لكم موقف من النظام ومن تبعات النظام كنا عايزين نتكلم عن يعني أثر ما كان يحدث في فترة الاحتفال بأبو حصير وهي كانت في السنوات الماضية سواء بعد كامبي ديفيت لم تتوقف إلا في 2008 لما الغزو الإسرائيلي حصل على غزة كان أثر دائع على الأهالي وعليكم كحرك في الأول لو لدي ماء الشهداء والمصابين ما كنا هنا وما كان هذا الجامع الموجود كان في بداية ديسمبر وبالخاصة 20 ديسمبر تحاصر قرية تحاصر دمتيوب الكامل ويحاصر أبو حصير بالأخص بالقناسة وأمن الدولة واللي داخله طالع لازم البطاقة بتاعته وما كانش من أهالي ومعروف لدي الأمن برا لا أنسى في أحدى زي الحصارات أن طفل قد مات طفل جات له نازلة معاوية ورغم حصاره ورغم بكاء الأم تم رفض نزول الأم بطفلها فلولا دماء الشهداء ولولا المصابين ما كنا هنا وعلشان دماء الشهداء والمصابين سنزل نقف ضد التطبيع نحن لسنا ضد الديانة اليهودية نحن نرحب بالسياحة اليهودية وليست الإسرائيلية وليست الصهيونية نحن ضد أي إسرائيلي يقترب من مدينة الضمنهور وليست دمتيو أيادي لسهينا ملطقة بدماء المصريين وأخواننا الفلسطينيين في غزة فعلى جسسنا أن يأتي إسرائيلي يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى هذه الأرض أما يهودي مغربي ألماني إنجليزي فعلى الرحب على الساعة ولا ننسى موقف يهود إنجلترا في موقع حرب غزة الأخيرة قد مزقوا البوسبورتاتس بتاعتهم رفدا لهذا القامع الوحشية الصهيونية لكن دكتور عندما قامت الثورة وقام المجلس العسكري تعهد بالالتزام بالمعاهدات الدولية ويعني زيارة أبو حصيرة كان جزء من المعاهدة بين مصر وبين إسرائيل هذه ثورة والثورة قانونها الخاص للثورة إرادتها الثورية المجلس العسكري لا يمثل الثورة المصرية لا يمثل شباب مصر لا يمثل شهداء مصر المجلس العسكري في واد ونحن في واد آخر الشرعية الثورية تحتم لا للتطبيع لا للأيد النجسة الملوسة بداما المصريين جنودنا أكتر من سبعة قتلهم ولم نأخذ بالطار لم نأخذ إلى اعتذار بسيط وهكذا وهكذا أما المجلس العسكري يفعل ما يريد ولكن الإرادة الشعبية السورية هي الحكم النهائي وهي الفيصل النهائي أتعرف على بعض الشباب أتعرف عليه أه إسلام اسمه المحمد شهد سيكن فين أسلام في دماتي في قريد دماتي هنا قريب من الضريب أه كان بيحصل إيه بقى وقت ما كان بيجوا اليهود كانوا سيد بيعملوا حازي المعزة هنا كانوا يشربوا خامرة على حي كانوا يمنعونا أن نحن نعد نعدوا نطلعوا نخش كده فلما قلنا آه نيلا نعبوا حتى هنا نلاغوا تفساد جاية وحساكل وجيش جميلة تعرف عليه السعيد الشعب سيكن قريب من هنا سعيد لا دماتيار تقول لي كنت بتشوف إيه وقت ما كانوا اليهود بيجي يزوروا هنا دا كنت مشوفهم بيدخلوا الأودة دا هيعت ويجفن ها انت عمرك وقفت هنا قبل اليوم دا وقفت هنا قبل كده دا أول مرة توقف لا كنت منيجي نجفن ها ما كنتش منيجي نجفن ها يعني نكمل حواراتنا مع بعض القوى الوطنية تعرف عليه؟ مصطفى جبروني 6 إبريل مصطفى موقف 6 إبريل كان واضح في البيان اللي خرج من القوى الوطنية على رفض وجود أبو حصيرة أو الاحتفال بيه بشكل أو بآخر لكن دعنا نتحدث عن أرض الواقعي ما هي الممارسات التي ستكون على أرض الواقع إذا حدث وقتت بعض الأفوال هو احنا اتفقنا مع معظم القوى الوطنية اللي وقعت على البيان أنه في حالة وصول الفوج الإسرائيلي أنه نحن نقوم بمنعه من إقامة الاحتفال بإقامة درع بشري من أهل دا منهوره من مشطاء السياسيين والحركات الشبابية والأحزاب السياسية مؤكدين على مبدأ السلمية أنه نحن مش حنمنع بالقوة نحن نقوم نعمل درع بشري قدام الضريح بس دا ممكن الأمر يطور إلى احتكاك ما بينك وبين الأمن أو بينك وبين الأفواج اللي جاية حصلتين لا ما ظنش هيحصل احتكاك لأنه احنا هنكونوا وقفين أو قاعدين مش هنهجمهم مش هنبدأ بالاحتكاك بيهم لو حصل احتكاك منهم أظن سيكون واضح قدام الجميع أنه احنا حاولنا بطريقة متحضرة جدا بطريقة سلمية جدا أنه احنا نمنع دخول الإسرائيلي الأرض حاولنا بطريقة متحضرة جدا أنه احنا ننفذ حكم قضائي من القضاء المصري لكن الدولة لكن الحكومة المفترض أنها حكومة ثورة والمجلس اللي بيدعي دايما أنه كان حامل ثورة هو اللي بيدرب عرض الحائط بحكام القضاء بيدرب عرض الحائط بطلبات الشعب المصري بيمتهن كرامة المصري بيسمح للإسرائيليين أنهم يدخلوا أرض مصر طبعا عايز أعرف أسألك عن ذكراتك أنت الشخصية مع ابو حصيرة واللي احتفالاتها ابو حصيرة وكوني سواء تاكس في الأيام بتاعت احتفالاتها ابو حصيرة كان بيبقى قدامي صعوبة جدا أنه نوصل لمنطقة بوريش تعديق كوبرا بوريش كوبري اللي بيفصل ما بين القرية وده منهم تعديق كوبرا بوريش كان بتوبة صعبة جدا وكان في أحيان بتوبة في حالات حارجة مثلا ستة كبيرة أو طفل مريض أو حد مريض كان من ناحية الإنسانية لو أحد يبقى عايز يوصله لك ما كنتش بنقدر لأن كان ممنوع الدخول ولو حاولت أن أنا أتكلم معهم أن ده حالة طرقة أو حالة إنسانية كان بيتم الاعتداء علي سبي أو سحب الرخص وحيانا كان بيأخذوا التاكس تعرف أحيانا دكتور محمد الطحفة منصف حملة البردعي وعضو حركة كفاءة دكتور محمد لو كلمنا عن حملة البردعي وموقفها يعني لم يختلف موقف حملة البردعي عن باقي القرية وطنية في الرفض لكن دعنا أسألك عن هل قمتم بأي شيء أو أي فاعلية خاصة بالإهالي في هذه القرية التي يكون فيها أبو حصيرة هل نعمتم بأي شكل مع أشكال يعني عملتم على مستوى الوعي أو ماذا يعني حضويا هي الحملة بتشتغلش بشكل منفرد يعني إحنا نشغلين مع القرية وطنية لأن قبل ما نكون أعضاء في الحملة إحنا يعني أفراد من القرية وطنية في البحيرة فهو من ضمن إنقاط القوة الثانية مش الحملة لكلها إحنا نشتغل على القرية نفسها لأن القرية واضح فيها اللي بين التحتية كلها يعني مضروبة جداً بيضة جداً الزبالة الصرف في الموقف إنت لو دخلت وإنت داخل هتشاهد إن مشهد القرية مشهدها عامل إزاي القرية البنية التحتية فيها سيئة جداً جداً فهو أقول ده من يعني بعد بداية الصورة ومن بعد الصورة بداية إحنا نحاول يكون فيه شغل مدني مش حكومي نبتدي في تطوير القرية ده هيبها طبعاً ليه دور في فهم مستوى القرية لأن القرية مكادش بتنقي أي اهتمام إلا في أيام المولد لدرجة إن في بعض ضعاف النفوس كانت بتحرحة بالمولد لني بيقولك إذا بنظفونا البلد للأسف يعني ما هو أنت لما تربط له نظافة وتربط له إن شوية طبعاً في ناس اللي بتتقيد بيتتعذب لكن اللي مش مثلاً على الأطراف ومش مقيد لما تربط له نظافة والاهتمام بالاحتفال طبعاً انت هتربط له احتفال شيء نفسي وده شيء سيء طبعاً إن أنا ما نضافش بلدي غلماً ييجي فيها الصهيوني ده النساء دلوقتي فيه كلام نشر على الوكالة المنية إن فيه أكثر من فوق وصلوا مصر بالفع يوم الجمعة ويوم السبت الماضيين وفيه استعداد للاحتفال هيكون مقفكوا إيه في الفترة الجاي فطبعاً زي ما قال أخي يا سيد مصطفى إحنا اتفقنا كلنا إن إحنا أول ما هينبلع منها بداية تحرك قوافل من دون نحوة القارية إحنا هنكون فيه دروع بشرية لمنع الكلام ده على جساسنا إنه هم هيخشوا تاني إحنا لم تقام ثورة لاجات الصهيوني على الأرضنا ثانية ثانية وكمان هو دلوقتي اللي يجي دير أمور البلاد المجلس العسكري يتدعي أنها دولة قانون وأنها دولة سيادة قانون وقال إن إحنا أبنا نحاكم المخلوع في محاكم عدية ومحاكم مدنية عشان نقولوا إن دي ندي مثال إن إحنا مش نعمل محاكم ثورية خلاصة نحترم القانون طب فين تطبيق القانون حكم القضايا الإداري بمنع الاحتفالات إحنا هنحارب على قانوننا وهنحارب على صورتنا بإيدينا هنكونوا سلميين بس السلمية لا تعني الضعف السلمية لا تعني إن أنا أكون جبان السلمية هنلا أعتدي لكن أحتفظ بحق سنكون دروع بشرية عندنا مؤتمر صحة في بكرة في بيان أصدرات قول وقول وطنية وكل ما يستجد من الأفكار للمنع إحنا مستعدين لها شكرا لك دكتور رحمد نصار متحدث الألامس بحزب الحرية العدالة محافظة البحيرة دكتور رحمد يعني الحرية العدالة هي يعني كما يتحدث على أنها الشق السياسي أو الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والآن أنتم الآن في سدة المجل الشعب في أعضاء ناخل المجل الشعب رسميا هل ستتخذون موقفا رسميا تجاه الاحتفال بموريد أبو حصيرا هو في البداية هذه ليست قضاية حزب الحرية العدالة الوحد ولا جماعة الإخوان المسلمين صحيح أن جماعة الإخوان المسلمين والقيادات وكوادر حزب الحرية العدالة دأبوا دائما على الوقوف أمام هذه المهازل التطبيعية إلا أنها في نهاية قضية كل المصريين كل مواطن مصري هو معنى بعزيل قضية من أسوال لغاية اسكندرية ومن رفع الحد السلوم نحن نؤكد أننا كما كنا في الماضي ضد هذه المهازل التطبيعية نحن أيضا في الحاضر وفي المستقبل سنقف أمام مثل هذه الأمور التي لا يجب ولا تليق بالمصر بعد ثورة 25 يناير لكن الآن حزب الحرية العدالة هم أعضاء مجل الشعب لهم من الأدوات التي من الممكن أن يستخدموها سواء من طلب إحاطة من إستجواة من أمور مختلفة هل هناك بتحدث عن أعضاء مجل الشعب عن حزب الحرية العدالة في البحيرة هل من هناك من خطوات سيتخذونها ضد الاحتفال بمولد أبو حصيرة؟ نحن نؤكد أننا سنتخذ كنواب حزب الحرية العدالة كافة الإجراءات القانونية وسنستخدم جميع الوسائل البرلمانية لضمان تنفيذ حكم القضاء الإداري النهائي بمعنى هذه الاحتفالات شكرا لي أتعرف عليك؟ محمد بسوء خل تساكن هنا محمد؟ احكي لي كده عن عندما كان بيحصل المولد هنا كان بيحصل ايه؟ كان الناس بيتقف هنا وبتعمل لبقى حصيرة وكان كل واحد من الزباط يجي يطلع على كل بقت ويقفوا صفوف كده لا تجد أحد يحضر ويسأل القرية ويقول لهم يوزعهم يذهب إلى السكة ويذهب إلى السكة ثانية ويقفوا البيوت ويقفوا البيوت ويقفوا البيوت ولكن هناك شيئة لبقى هناك ليس حد يرضى يفكوا ويقفوا البيوت هناك حامل ويوجد في خامه ويوجد على شخص يتذكر في البيوت ويجبوا خمراء ويوجد حني ويوجد حصل لنظفه ويوجد من النظفة ويوجدكون في اليوم السنة 走了 في يوم الاحتفال تعلمون ده بحصير هو يعني بتوع النظافة بتوع الحي وبتوع المحافظة بيجوش غير يوم يوم يا بحصير كل ده عشان الكفاء وهنا اخواتنا واخواننا بيموتوا في فلسطين وهنا حاوانا بتقبلوا ما حصل استقباء فمنفعش لازم لما يكونوا لما يكونوا لناك بيموتوا ما ينفعش نستقبلوهم لما يكونوا لناك بيتعززهم هنا نعززهم بس يكونوا بيحترامهم ما يجيش هنا يسيوا البلد ويشربهم ويشربونا خبرة واحنا مستقبلوه ما حصل استقباء طبعا انت في سنة كام تاني عدد طيب بقولك انت مين ابو حصيره تعرف ايه عن ابو حصيره ما عاربش عنه حاجة بصراحة تعرف شو عنه اي حاجة اه يعني هو مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ايه انا استسمعت انه مغربي ويهودي بس ما عاربش عنه ده معلوماتك عنه اه شكر لي تعرف علي حسين العباني منصخ مدونين بتبو حصيره يعني حركة مدونون بدأت اظن في 2006 او 2007 عايزنا نكلم عن جهد جهد الحركة قبل الثورة كان بيركز عليه بشكل اساسي وموقفها دلوقتي احنا بدأنا منذ عام 2007 كحركة تدوين عام كنا بنستهدف هدف رئيسي هو انهاء حالة الاحتلال صهيوني لمدينة دمانهور ومحافظة البحيرة شايف موضوع الاحتلال ده كلمة كبيرة شوية عندما تختصب رادة الشعب عندما تنتهى ان تنتهى ان قرامة المواطن عندما تنتهك سيادة الوطن هذه مفردات لعنوان كبير اسمه الاحتلال ليس المعنى هو احتلال عسكري ولكن كان احتلال سياسي ومفردات كثيرة لمعنى الاحتلال تحرقنا عبر حركات تدوين وأصدمنا عشرات البيانات وأقمنا عدد من الفعليات وطلبنا انذاك البرلمان في عام 2010 وما قبله ان يصدر قرار حاسم في شأن ابو حصيرة تحرق معنا نواب الشعب في دورات سابقة والان استمرنا في عام 2011 نحن نتبنى حاملة توقعات موسعة نرفحها لنواب الشعب من الحرية والعدالة وحزب النور تواصل معنا دكتور جمال حشمت عن الحرية والعدالة وتواصل مع الجهات التنفيذية ووعدنا كمدونين ان يكون هناك شيئا داخل البرلمان استجواب بما يشكل في النهاية الحملة اللي احنا بندعو لها كمدونين دو حصيرة وهي حملة انتهى انتهى اي وجود لهذا القبر في هذا المكان عبر الوسائل السلمية وعبر الوسائل القانونية وعبر الوسائل البرلمانية انتهى حالة الامتهان الذي يراها المواطن الضمانهوري في هذه القرية تحديدا نحن كمدونين دو حصيرة بدأنا مع القوى الوطنية كحزب الغد وستة ابريل وحركة كفاية وغيرها من الحقاط وحزب النهضة ايضا تحرقنا من اجل ان نعد المؤتمر حاشد جماهيري في شهر ما بعد يناير عن تنمية وتطوير وتطهير قرية دوماتيو تنمية من حيث الخدمات لو شفت القرية نقص خدمات شديد وغد ضغط عالي يعني ممكن يقتل اي فرض ماشي في طريق صرف يعني سيء للغاية كل هذا نضحه تحت عنوان مؤتمر جماهيري سنبدأ له الحجد ونسعى مع رجال الاعمال وعن المنشفات المستقلة ومع الرموز الوطنية والسياسية في محافظة البحيرة لكي ننهي هذه المهزلة الامر يا سازنا اصبح في طور انتهاء لن نتراجع عن نهاء حالة ابو حصيرة لن نتراجع عن هذه الاستورة المزيفة التي يرددها الكائن الصهيوني ويريد بها ان يجعلها مصمار جوحة في محافظة البحيرة الامر من نسباننا اصبح كما قال زميلية دكتور محمد رحفة على جساسنا يخش خرية دوماتيو هل المشكلة في استخدام او قدوم الاسرائيليين لابو حصيرة ولا المشكلة في وجود ابو حصيرة نفسه الاثنين متشبهين وبينصلوا نفس الموقف نحن لا نريد تواجد صهيوني في مدينة دمانهور لا نريد شكل من اشكال التطبيع لا نريد كام ديفيد نريد مراجعة سريعة عليها نحن كمدانين نريد مراجعة سريعة عليها انها تمثل طعنة في ظهر الكرامة المصرية وسيادة الدولة هذا القبر ايضا يمثل هذه الطعنة وترك الطعنة نحن نريد بشكل حاسم ان ينتهي هذا الشكل الاستوري هذا مشهد تاريخي الذي نقف فيه الان لم يكن احد ان يتوقع في عام 2011 ان يدخل ويسعد على السلالم انه يقف دلوقتي ويعبر يعني لا يجب ان حكومة يجي فوق من يوم الجمعة يجي فوق 62 ثم فوق 52 وحكومة الجنزوري ولا كأنها عايشة في مصر ولا كأنها بتعبر الشعب المصر نحن كمدانين طلبنا تعليق من الجنزوري على هذه الزيارات واين ستذهب واين وكيف سترحل ولم تصدر حكومة الجنزوري او المجلس العسكري بيان يحترم فيه قرامة المصريين او سيادة هذه الدولة يعني تحدث اكثر من زميل عن ان هذا الموقف موقف سياسي لكن ما يتحدث عنه يختلط انه هل موقف سياسي ولا موقف ديني ايضا عندما تقول نرفض وجود ابو حصيرة بكل ما فيه يعني هل هو موقف سياسي ام موقف ديني ام موقف مختلط بين السياسي والديني حدق لن نريد ان نخش في اشكالية يعني سياسي ام ديني الواقع امامنا ان ده بحصيرة ده حاجة مزيفة تم اصطناحها في مدينة ضمنهور ومحافظة البحيرة هذا الاصطناع لا نقبله ان يكون شكل ديني او شكل سياسي نحن نرفضه تماما هذا ليس له اي مصار ديني ولا مصار سياسي عبر تاريخ ومن لديه فليعلنه انا اغزم كاتلاف المدونين ضمن حصيرة ان هذا خيال ومن وحي خيالي كان صيوني انت تقول ان ابو حصيرة ليس يهوديا من الاساس ليس يهوديا وهذه الشخصية مصطنعة مصطنعة نتكلم احرك من اهل القرية طبعا احنا من اهل القرية طبعا من ونز الدفولة واحنا في قرية دماتيور نعيش على حاجة اسمها ابو حصيرة ابو حصيرة ده بقى كان اي مسلم ولا مسيحي ولا ايوم انا سمحت من ان جدنا زمان كان بيقولوا ان الراجل ده كان جاي يطفح على موج البحر فابحصي على موج البحر وماشي فطبعا ماي الوجيه على فين على ايه على هنا في الحت عندنا في القرب دماتيور اسمها ابحصيره فطبعا من صغرنا لاعرفين نخش البلد ولاعرفين اه نناموا واحراسة ليلو نهار وقد بالحضرتك ومش عارفين نخش البلد لكده ولا كده واهلا بقناة الجزيرة عندنا هنا في في دماتيور وقد بالحضرتك بس يعني وضع ابو حصيره بقى بعد كام بديفت يعني قبل كام بديفت ما كانش في الاشكالية اللي موجودة الوقت الاشكالية اللي موجودة كان فيه بقى لما اخز ايه حراسة ليلي نهار كان يمنعون من دخول البلد سيارات افراد جميع الحاجات اللي كان يمنعون كل قد تخش تخش البلد ليه دي فترة الاحتفال ولا كل السنة فترة الاحتفال بتاعت كل السنة من صغرنا واحنا بنطلع نلاقي المولد ده قدامنا اسم مولد ابو حصيره وقبل حضرتك زمان مين كان بيجي المولد كان بيجي ما لما اخز ايبولك المغربة مش عارف مين اه ناس يعني ناس هيما كانوا ميجوا هنا البلد عندنا هنا مش موجودهم ده كان بيعمل اه شرا وبيع وحركة رواض مش شرا ولا بيع ولا حاجة وكان بس كان مجرد زيارة هنا في البلد بس عندنا هنا في البلد انا اسم محمد عاجب النباصي من قرية دماتيور وقبل حضرتك فطبعا كان هنا يخش اللي عارفين نخش بالليه وبيحرمونا من دخول وبطقطق مش عارفين ايه من الكلام اللي ايه بحصل ده قلب البلد وقبل حضرتك فطبعا احنا ايه مش عايزين نشوف الموالدة تاني ولا نشوف الحاجة دي تاني لان احنا عايزين نعيش في استقرار وفي امان وارجي من سيدة حكومة الكمالي الجنزوري انه هو يتطلع او ينظر نظره للبلد من هذا المقام اللي هو اسمه مقام عباح حصيره شكرا مهندس جمال الدين مونيب جنيدي منصق حركة فوق ارضي لم تمر ايه ممكن يعني عايزين نبزع عن الحركة ومتى بدأت الحركة بالمتالة البساطة احنا مجموعة من طيار القوم الناصري بدأنا الفين واثنين وتبلورت الحركة الفين وخمسة كان بدأنا الحركة من هنا بحيث ان احنا نمنع الاحتفالات ابو حصير المكان ده رصدناه سنة ستة وتمانين سنة ستة وتمانين وكان هذا المكان عبارة عن قبر عادي زي اي قبر في الريف وعليه ابا وعليه على مخضر مكانش المبنى كده لغاية كان زي مقام احل اوليين مقام في اي قرية من القرن تمام جيب بالظبط وكان الناس بتزوره كمقام واليا وكانوا بندروله شمع المسلمين كانوا بندروله شمع وعمل منهم ان هو من اهل الله جينا بالظبط في التسعينات فوجئنا ان هم بنوا نص الاستراحة اللي تحت اللي موجود اللي موجودة الناحية دي وبعدين ابتدوا يغشوا في وعملوا المبنى ده وجي وزير الثقافة السابق اللي مش عارف يعني هو ليه مطلوق لغاية دلوقتي وادع ان ده مبنى اثر ده مبنى معداش عمره 13 سنة ورح مدخله في الاثار له والاستاذ مصطفى رفع عليهم قضية ولغى انا اللي بنسأله انا معي هنا جزء بالظبط دي بدلة الشهيد احمد جلال اللي تقتل فيها في شهر اربعة دي بدلته هل بالظبط المشير يتحمل ان اللي قتلوه ييجي بمحميين من الجيش والشرطة العسكرية ويزوروا ده منهور لو المشير بيستغنى عن دم ولاده احنا مش همستغنى عن دم ولاده احنا بمنطقة البساطة دمنا وعرضنا اغلى من اي حد اغلى من دم المشير الكريم من يوم اهانه بنتنا وهي قضية واحدة هي قضية واحدة اهانت بنتنا في ميدان التحرير هي نفي اهانتنا لما قتل اولادنا على الحدود المصرية الاسرائيلية احنا بنتكلم على دلوقتي ابو حفير اقولك ما اهانتنا هي اهانت كرامة المواطن المصري ما تتفرقش مين الخطوات اللي تاخدها الحركة تجاه الفترة الجاية احنا دلوقتي بقيتش حركة بقت كل القوى السياسية مجتمع باختلاف شوارب واختلاف انتماءتها ان احنا حنمع الكيان الصهيوني وافرادهم من دخول هذه القارية حتى لو على اكسادنا وبنقول لو دخلوا في غفل امين الزمن سنروحقهم بانهم ما يخرجوش وبنقول بس الاستاذ المتير ده دم ولادك لو حبيعه احنا مش حنبيعه شكرا ليك مازلنا تفضل معايا مازلنا في اه امام ضريح اتعرف عليك نبيل السيد سالم من هين المنطقة من هنا اتعرف عليك وحنا متحرك عشان عايزة اولا ده كان بيعا يحمل عبء هنا من الامن من اسكندرية الى القاهرة ازاي اولا جميع البيوت اللي قدامنا دي كلها بالكامل بتترشق مباحث وامن والطرقات السريع وكله بالكامل امن اللي هو بيبدأ مثلا اربع وخميس وجمعة الايام ديولة بالزات يعني هو بيبنتهي يوم الجمعة حوالي مثلا الساعة مثلا اي حد ولما يجي فوق بقى اليهود او اه بيبنفعوش البلد باي شيء ان كان كل شيء معاهم والطبق معاهم العربيات وكل شيء معاهم يعني هم بيمثلوا عبء على المنطقة وعلى البلد والبلد ما استفادش منهم حاجة تلغي هذا الاحتفال طبعا 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 لانه ده بيعني بيعمل اه عدم الحرية في المنطقة هنا بالكامل شكر الله هالله اتعرف عليك محمد كمال معوت من سكان المنطقة هايزين اه يعني تقول لنا عن الاحتفال ولي كان بيصل في الاحتفال وانتك واحد من المنطقة كنت عايشة زي في البلد مثل الساعة مثلا ايو حد ولما ييجي فوق بقى اليهود او جماس بينفعوش البلد باي شيء ان كان كل شيء معاهم والطبق معاهم العربيات وكل شيء معاهم يعني هم بيمثلوا عبء على المنطقة وعلى البلد والبلد ما استفادش منهم حاجة تلغي هذا الاحتفال طبعا 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 لانه ده بيعني بيعمل عدم الحرية في المنطقة هنا بالكامل شكرا الله تعرف عليك محمد كمال معوت من سكان المنطقة يعني تقول لنا عن الاحتفال ولي كان بيصل في الاحتفال وانتك واحد لانا ما كنت عايش زي في المنطقة بيمثلوا عبء على المنطقة وعلى البلد والبلد ما استفادش منهم حاجة تلغي هذا الاحتفال طبعا طبعا لانه ده بيعني بيعمل عدم الحرية في المنطقة هنا بالكامل شكرا الله أحمد محمد كمال معوت من سكان المنطقة يعني تقول لنا عن الاحتفال ولي كان بيصل في الاحتفال وانتك واحد لانا ما كنت عايش زي في المنطقة لا